قام من وطاقة قال سالفت فلان لا ما قال اسمه لا سالفت فلان يعني انها سالفت على طالح السؤال في الغزل اللي قبل شوية ما كنت يقولون عطنا قزلية الرزقية بعض الناس يشوف في الغزل يعني ما يشوف على وجهه البسيطة مثل محبوب مثل اللي يحب مرة ينعمي ما يشوف شيء ما يشوف شيء بس هي أفضل ما خلق ربي على وجهه البسيطة ما يقولون عطنا عطنا ما يقولون عطنا عطنا هذا واحد من كثر ما يحب ارحب يا بعمات تعال عندي خلق تحضر معي السالفة هذا واحد يحب زوجته ولا يشوف مثلها في وحده تمشي على وجهها البسيطة على وجهها الأرض كلها ما يشوف ما في مثلها في العالم كل من الزين والدلال والدلالحسن وكل شيء ما لي تنعينا مرة لا ويراهن انه ما في أجمل منها في العالم كل شهر ماذا والله الثقة هي في يوم من اليوم ودائم يبالغ في الغزل فيها دائم يبالغ حتى لو يسول في وياه يبالغ فمرة من المرات تحمس ذاك الليل هو يا سامرين على ضو القمر قال لي يا فلا أنا قالت هلا قال شفتي القمر داك قالت لي قالت راك طالق بالثلاث لو هو أجمل منك لو هو القمر أجمل منك أنت طالق بالثلاث قلت لأه أنتظر أنت أجمل من القمر قالت والله لو في صدق شيء من الصدق لو في شيء صدق فإنك أن طلقتني ثلاث طلقات قال أنا ما نبيها من الطلقة أنت أنا أقول أنت أنت temu أجمل من القمر وأراهن قالت والله لو في شي صدق فأنت اللي طلقت أنت اللي طلقت هذا الصدق هذا الصدق أنت طلقتني الآن وأنا حرمت عليك تعود يا ولد ما يقدر يستغل يموت لو بعد تعينا يموت هو متيم فيها بالحيل ويا صبح أصبح ويا صبح أصبح ويا مصبح هو يروح للخليفة المنصب هو يجي عنده الخليفة كل أهل عندك بناصر لا لا سكر ما أشرب سكر ما أشرب صاحب ما أشرب سكر ما أشرب أه شي اسمه ويا مصبح الصبح ويروح للخليفة وكل الخليفة وكل أهل الديرة يدرون أنه يحب زوجتي يحب أنه جمع أي للموت في يوم جاء الصباح قال يا خليفة هنا وضعي كذا كذا وهذا اللي حصل وأنا قلت لزوجتي إذا القمر أحسن منك فأنتي طالك فقالت أنا خلاص حرمت عليك القمر أجمل من البشر كيف تخليني خليني أجمل لنا من يقول القرى الخليفة طيب أبشر بجمع لك كل فقهاء الديرة كل الفقهاء بجمعهم وخلنا نشوف وش يقولون أسأل الله يعني يكون على يديهم فيه منفذ ولا ثغرة ولا اسم قال طيب وهم يروحون ويجمعون جميع الفقهاء تشاوروا الفقهاء تشاوروا بينهم تشاوروا بينهم قالوا خلاص حرمت عليه خلاص طيب الطلاق وجب أعود الطلاق وقع لأن القمر ما ما يوازى بجمال البشر القمر القمر أفضل نعم وأجمل وهو استندوا لعدة يعني دلالات أن القمر حتى ما نزلته فوق وأنه كوكب وأنه أجمل وأنه المهم إلا واحد من فقهاء ساكت ما تكلم ما تكلم الرجال قام يصفق كافيه على أن زوجته حرمت عليه وبيينهبل وبينفصق عقله هذي والله المدح لي من شون القائلة هم المهم الخليفة لاحظ الفقه ذاك اللي ما تكلم قالوا تعال أنت ليش ما تكلم ليش ما قلت رايك مع الفقهاء قالوا والله يا خليفة أنا متعجب ما أدري أتعجب من هالشخص اللي على كل كبيرة وصغيرة يطلق يرمي يمين الطلاق حتى في الغزل تغزل في زوجته ويطلق ويطلق بالطلاق ولا أتعجب من الفقهاء اللي قاعدين هذولي كلهم في أنهم ما تدبروا القرآن قالوا شلوهم ما تدبروا القرآن قالوا فقهاء اللي موجدين هنا كل هذولي اللي يعطوا رايهم ما تدبروا القرآن قالوا عطني طيبة عندك قال أنا أقول إن زوجته أول شي بعطيكم الدليل قالوا وش الدليل قالوا والتيني والزيتون وطوريسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله خلق الإنسان في أحسن تقويم إذن الإنسان أو زوجته أجمل من القمر فالله خلق الإنسان وأتم خلقه في الإنسان وكمل الإنسان وجعله في أحسن تقويم يا سلام نعم فهذه دلالة من الله يعني من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان أفضل من أي شيء آخر الله أكبر لذلك زوجته كلامه فعلا زي ما قال وزوجته تبقى معه حجة قوية والله قوية الفقهاء كلين يتلفت يميني سارا كلام الله كلام الله ما عاده وش بيقول في كلام الله وينطلق الزوجته هذا والله هذا والله هل يطلقنا الله يا فلانا يا فلانا هل صنتي يا زوجتي رجاعتي والشيخ قال كده قالت وش الدليق هو يعلمها بالدليق قالتها اسمع اقتنعت بالدليق قالتها والله يا زيد تعيدة لو تعيدة الطلاق مرة ثانية ولا تجيب طاريه إني لا أحط عيون الأصابعي دي في عيونك وهم أمثقعها هفلح هفلح عز الله من هفلح يا سلام أبو ناصر عز الله سالفة في محلها ها ما تقوم تعشى أنت كمانا الله أول على بالي سالفة والله خذلك ها بيعجب ترى فيها يا سلام هذي والله السالفة الطيبة يا أبو ناصر يا السوال فاجد بس أنتم تعشوا وتعالوا بس أنا أولاد أبو ينعو لي وينها الله يكرمكم الخضر